الحقيقة في إطار اهتمام الدولة المتزايد بالملف الصحي الحكومة اتخذت خطوات كبيرة جدا لمكافحة الأمراض الوبائية حرصا على أن تبقى مصر خالية من هذه الأمراض الجهود مستمرة في تنظيم حملات صحية في الالتزام بالتطعمات الروتينية لليها دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز بفضل هذه الجهود أصبحت مصر خالية تماما من أمراض مثل الملاريا والحصبة والحصبة الألمانية والشلل للأطفال وفيروس سي وده بشهادة منظمة الصحة العالمية طبعا في سياق دال التعرف أكتر على تفاصيل أكتر زي ما بنقول بيساعدنا يكون معنا منورنا الدكتور حسام عبدالغفار ومتحدث باسم وزارة الصحة صباح الخير يا دكتور ومنورك صباح الخير يا فندر تحيات في البداية عايزين نعرف من حداك إيه اللي بتعني شهادة منظمة الصحة العالمية بخلوة مصر من خمس أمراض وبائية طيب خلينا نقول إنه إحنا نهاردة بنتكلم على مجموعة من الأمراض يمكن البداية كانت في سنة 2006 في سنة 2006 حصلت مصر على الإشهاد من منظمة الصحة العالمية بخلوها من مرض شلل الأطفال الخلوة هنا يعني إنه معدلات الإصابة هي أقل من المعدلات العالمية عشان بس الناس يتبقى فهمة إنه الخلوة لا يعني الإرياديكيشن لكن يعني إن إحنا إنت معدلات الإصابة هي أقل من المعدلات العالمية بنسبة كم يا دكتور حسام؟ بنسبة كم مثلا؟ يعني كل مرض يختلف يعني كل نسبة الإصابة تختلف إحنا بس الحقيقة إنه مصر في شلل الأطفال تحديدا ودي حاجة مهمة جدا كانت آخر حالة سجلت عندنا في 2004 فاحنا من 2004 الحمد لله ما عندناش حالاتش للأطفال خالص في 2006 حصلنا على الإشهاد من منظمة الصحة العالمية بأن احنا ما عندناش للأطفال 2022 حصلنا على الإشهاد من منظمة الصحة العالمية بخلو مصر من الحصبة والحصبة الألمانية 2023 حصلنا على الإشهاد من منظمة الصحة العالمية بخلو مصر من فيروس سي أو خلينا أقول حصول مصر عشان أكون أكثر دقة حصول مصر على الدرجة الذهبية أو الجولدين تير في مسار القضاء على فيروس سي 2024 في شهر اكتوبر اللي فات حصلت مصر على إشهاد آخر بخلوها من مرض الملاري طيب هاستاذ حيكو أعيز بس أحط حاجة كده تحت نظر حضراتك والسادة المشاهدين إحنا 2006 وبعد كده 22-23-24 حصلنا على ثلاثة إشهادات طيب ده بيقول إيه؟ ده بيقول إنه الصحة من أولويات مصر الجديدة وإنه من 2006 حصلنا مرة واحدة وبعدين ما كانش فيه الصحة في بؤرة أولويات الدولة المصرية بهذا الساكل ولكن من 2014 وإحنا النهاردة الصحة على رأس أولويات الدولة المصرية عشان برضو الناس أحيانا بيتبادر لذهنها أن الدولة مهتمية بالاستثمار في الحجر والإنشاء والبنية التحتية أكتر من الاستثمار في البشر يعني ده مش حييني بس بالعكس تماما يعني أسأل حضرتك عشان نصل بقى لكل هذه الإشادات الدولية ده ورامة جهود جبار جد بالضبط يعني ده لنا أقول أنه خلال النهاردة الناس بتشوف قدامها منشأة لكنها يمكن ما بتشوفش بشكل واضح وبشر أنه النهاردة خلال 22 حصلنا على إشهاد ما فيش 23 حصلنا على إشهاد من مرض ما فيش ده كله إنفاق على البشر كله استثمار في الصحة كله استثمار في التنمية البشرية 20-24 ومش بس كده بقى إحنا حافظنا على الاستثمار اللي استثمار منها 2006 في لحد 20-24 وما زالت مصر الحمد لله لم تسجل فيها أي حالة إصابة بشال الأطفال من 2004 طيب إحنا عدد سكاننا كانت ديه في 2004 كان 80 مليون 2006 بالضبط كان 80 مليون نهاردة إحنا 107 مليون فتخيلي حجم الجهد والإنفاق والاستثمار اللي أنت بتعمليه كدولة عشان تحافظي على صحة مواطنيكي بعدما الرقم بقى كان 80 بقى 70 حجم البرنامج التطعيمات من أين أتى هذا؟ يعني هو أنا كمان مش بحافظ أنا بحسن من جودة الصحة للمواطن المواطنين بطل على قدام وبحافظ على أنا المكتسب في ظل أنه أنا زيت 37 مليون من 2006 لحد ده طيب حجم بقى الاستثمار والإنفاق اللي الدولة بتنفقه على التطعيمات الإلزامية لأنه ده هو ده البرنامج الأساسي التطعيمات أنا بوفر التطعيمات وبوفر التغطية إحنا عندنا واحد من أقوى برامج التطعيمات على مستوى العالم بعشر تطعيمات إلزامية بتغطي 95% من المستهدفين وبالتالي أنا بجيب التطعيمات في جحافل من العاملين في القطاع الصحي مسؤولين عن توصيل التطعيمات إحنا كلنا كنا بنسمع عن حملات شلل الأطفال المحدودة وحملات شلل الأطفال القومية فيروس C فيروس C ده قصة النجاح لأن عندك إرادة سياسية قوية تدرس كنموذج عالمي حتى تم الإشادات حتى هذه اللحظة النموذج المصري يدرس على مستوى العالم وكمان بيتم تصديره للدول الأفريقية علشان نقدر نساعدهم في تخلص من هذه الأمراض أنه اهتمام القيادة السياسية بالبعد الأفريقي بقت أنت بتنقلي تجربتك إلى ومبادر السيد الرئيس عبد الفتاح سيسي لعلاج مليون أفريق من الفيروس C لكن الناس بتبص الفيروس C على مجرد أن أنت عملت مسحه ده شيء أعظيم جدا أنه واحد من أكبر المساحات على المساحة العالم أنت مسحت أكثر من 62 مليون في ذاك الوقت أنت مستمر حتى هذه اللحظة في المساحات وقدرت التعالج أكثر من 2 مليون أو 3 مليون كانوا مصابين وعملت توطين صناعة لأنه أنت مش بس قدرت تحصل على الدواء أول ما طلع بسعر مناسب لكن ده سعر أقل من أنت اشتريته بـ 300 دولار في الوقت اللي هو كان بيتباع فيه بـ 30 ألف دولار طيب وانتقلت المرحلة أهم مهمة جدا وهي أنك وطنت صناعه وقى عندك علاج فيروس C المصري بنفس كفاءة العلاج الفيروس C اللي أنت بتجيبه من برة ومنظمة الصحة العالمية بيتوصي باستخدام فيه حاجات تانية وراء المشهد الناس مش شايفاه وهو عشان تفضل محافظة على عدم الانتشار موفيروس C دم ينتقل على طريق الدم عملت إيه؟ أمنت بنوك الدم عندك تمام أمنت مخزون الدم من أي نوع من أنواع الفيروسات بقى عندك نقل الدم الآمن مش بس كده وعملت ما قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بالحقن الآمن لأنه برضو بيتنيل عن طريق الحقن طبعا فالنهار ده بقى عندك الدولة بتعمل بحقن آمن حقا ذاتية التدمير بنوك الدم آمنة كشف ومسح مستمر سواء لطلاب المدارس مدرس سيد رئيس للكشف على فيروس C عند طلاب المدارس مدرس سيد رئيس للكشف على فيروس C عند طلاب الجامعات فانتشغال بقوة من خلال مجهود سواء من وزار الصحة والسكان المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن هذه الأمراض فالنهار ده وزارة الصحة ودكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بتتعرك بكل قوة في استثمارات ضخمة بتضخ في التنمية البشرية في صحة الإنسان عشان يبقى عندك هذه الإشهادات وده مش كلام إحنا بنقوله ده منظمة الصحة العالمية وده يليق بالمواطن المصري اللي تقدم ليه خدمة صحية جيدة عايز أسأل حضرتك هنا هذا المجهود الجبار أو الكواليس بقى المشهد وراء هذا الإنجاز والإشهادات الدولية بيمر مراحل كثيرة جدا توفير هذه التطعيمات بنية تحتية قوية جدا كمان فكرة طريق صحي مدرب ومؤهل الكدر الصحي فحبينا نتكلم أكتر على هذا الفريق والكوادر الطبية وكمان تعزيز البنية الخاصة بالمستشفيات لتأهلها لتقديم هذه التطعيمات طيب إحنا المنظومة تتكون بداية من أن أنت تدرك الواقع يبعا عندك رصد أي استعرف حقيقة ما هو موجود لكذا أنت عندك برنامج قومي للرصد في عندك أكتر من أربعين مكان موزعين على مستوى الجمهورية مصر العربية في كل المحافظات دورها هي الترصد أن هم يشوفوا ما هي الاحتمالات الأمراض التي قد تنتشر وبائيا تمام من خلال قطاع كبير جدا في وزارة الصحة وكان اسم القطاع الطب الوقائي لأنه مفهوم الصحة النهاردة مش مجرد أنك لما تعي تجد علاج مناسب في مكان مناسب مفهوم الصحة زي ما عرفتها منظم الصحة العالمية هي حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي وبالتالي أنت محتاج أنك تحافظ على الصحة يسمها وزارة الصحة مش وزارة المرض وبالتالي لازم الإنسان يبقى صحيح عشان يبقى صحيح بنعمل إيه بنتحرك على مستوى الوقاية ده يمكن فيه حاجة تانية كان أعلنها قريبا الدكتور خالد عبد الرافار أننا بننتقل بمشروع الجنوم المصري إلى مش بس بقى الوقاية إلى البردكشن يعني احنا انتقلنا من بريفنشن لأن التوقع والبردكشن من خلال مشروع سيد الرئيس الجنوم المصري والدراسة الكبيرة التي تجرى طيب يبقى ده المكان والمنشأة وتجهيز توفير التطعيمات وتوفير وبش بس كده ما هو لازم البرنامج التطعيمي ده يصل لكل مواطن يبقى عندك فرق صحية وعندك ريف وقرى واماكن كتيرة مدربة على القدرة على تشخيص الاكتشاف المبكر القدرة على التعامل مع اي اشتباه اي حالات مشتبه فيها طب هيحصل ايه هنعمل ايه ما هي الخطوات ايه الوركفلول المفروض يعملوه كل ده بيتم انا بيتكلم النهاردة على اكثر من 50-60-70-000 بيتحركوا في نفس الوقت في الحمالات القومية ده مجهود كبير تقوم به وزار الصحة والسكان تقوم به الدولة المصرية عشان الحفاظ على المصري شيء الموابع ان احنا مش بس بندي التطعيمات المصرية طب ندي لكل من هو مقيم على الاراضي المصرية لان اي حد مقيم على الاراضي المصرية لا استطيع انا كمحافظة على الصحة العامة انه هو يبقى مريض او عنده اي نوع من امواع الامراض الوبائي يعني مصر كمان لها بعض الاجراءات الخاصة في التعامل مع طبعا اوبئة مثل الملاريا والشمانيا وكمان الفلاريا وده دور قوي جدا من الحجر الصحي لانها الحالات دي موظمة بتكون قادمة لمصر من الخارج عايزين تفاصيل اكتر عن دور الحجر الصحي في الفترة دي طيب الحجر الصحي هو بوابة مصر الصحية يعني زي ما احنا عندنا منافذ دخول من المنافذ برية او بحرية او جوية الحجر الصحي هو البوابة الصحية وبالتالي احنا عندنا ادارات للحجر الصحي موجودة في كل المنافذ سواء الجوية يعني المطارات او البرية او البحرية هناك قطاع كبير اللي هو قطاع طب اللقاء يتبعوا قطاع الحجر الصحي في عندنا تواصل يومي مع منظمة الصحة العالمية وعشان نتابع ما يحدث على مستوى العالم ديئة بدئية بقى مش يوم بيوم ديئة بدئية على مستوى الامراض والانتشار او احتمالية وجود اي امراض بنتابع الدول اللي بيجي لنا منها ناس والوضع الوبائي في هذه الدول بيتم تحديث الارشادات والتدريب المستمر للطواقم الطبية العاملة في الحجر الصحي عشان سرعة الاكتشاف كيفية الاكتشاف آلية التصرف بعد الاكتشاف كل ده مربوط بمعامل مركزية لانه كثير من هذه الامراض يتم تشخصها من خلال التحاليل المعملية مرتبط بالمعامل المركزية اللي مجهزة على اعلى مستوى ويمكن واحدة من المشاريع القومية الكبرى هي المعامل المركزية الجديدة في مدينة بدر اللي تم تنفيذ 70% منها تقريبا لتكون واحدة من اكبر المعامل المركزية مساحة تجهيزا وقدرة على تقديم الخدمات الصحية في مصر كل ده شغال ونحن نتحدث كمان بيحصل توفير للعلاج الوقائي للمسافرين للدول اللي بيبقى فيها بعض الاوبئة زي الملاريا يعني تحديدا الحمى الصفرة الملاريا احنا برضو بنوفر العلاج أو التطعيمات أو العلاج للناس اللي رايحها ما كان فيه احتمالية إصابتها لأنه هيرجعني مرة تانية ممكن يكون رجع محمل بالدول يعني ده جزء لكن الجزء اللي أهم أنا عايزة أحافظ على الإنسان عايزة أحافظ على الإنسان المواطن أو الإنسان المصري إنه هو ده أساس أي تنمية لمنع انتشار الأوبئة طبعا بشكل كبير طيب هل يترى إيه هي التطعيمات المهمة جدا للمواطن العادي يبدأ يلجأ لها لتعزيز المناعة يعني إحنا كتير بنشوف أولادنا لما بيتولدوا أنا نفسي كأم كنت بلتزم بالتطعيمات الخاصة إحنا عندنا عشر تطعيمات إلزامية هايكت كريمة على التطعيمات غير الإلزامية هل دي مفيدة فعلا للأطفال هل دي بتحقق فعلا مناعة بشكل كبير ولا لا طبعا إحنا بننصح بشكل واضح بتطعيم الإلفلونزة تطعيم الإلفلونزة من التطعيمات المهمة وخصوصا للناس اللي عندهم ضعف مناعة اللي عندهم ضعف عنده إما بسبب السن وهما الأطفال صغار السن أو كبار السن أو اللي عنده أمراض تؤثر على الجهاز المناعة ليه لأنه الإلفلونزة على الرغم من أنه مرض شائع لانتشار لكن الحقيقة مضاعفاته هي سيئة جدا ويمكن الناس عشان تعودت على الإلفلونزة وعشان احتماليات الإلصابة المضاعفات الناس مش شايفاها فقولك هو دور برد وبيعاتي بس حداك غيرتنا فكرة الناس كتير بتتنقلها يعني تطعيم الإلفلونزة ده ملوش لازمة بل بالعكس بيزود الأدوار بتيجي بأقصر قوة وجده على الأطفال وغيرهم فهذا كلام غير طبي وغير علمي تماما تطعيم الإلفلونزة إن لم يمنع الإصابة فسوف يقلل من حدتها بنسبة كبيرة جدا وبالتالي آه في تغير الفصول يعني في وقت اللي احنا من شهر 10 شهر 11 ده هو ده أنسى بالأوقات لتلقي لقاح الإلفلونزة وزي ما حكي قلت ليه عندهم مناعة يعني غير قوية ضعيفة وطبعا الأخفار أو كبار السن أكثر احتياجا إلى أنهم يحصلوا على لقاح الإلفلونزة كواحد من التطعيمات الاختيارية كورونا والمتحورات الجديدة لكورونا طيب خلينا بس نتفق اتفق احنا في شهر مايو 20 23 لحد مايو 20 23 كان فيه مصار كده طبي اسمه مصار كورونا ليه؟ لأنه كانت جائحة عالمية وكانت الناس مش فهمة أوه هو كورونا مكتشف حديثا إزاي نتعامل معا ما هي العلاجات كيف يتقوى وكان يصيب الجهاز التنفس السفلي فيؤدي إلى فشل تنفسي وارتفاع حالات الوفاء من مايو 20 23 أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء وباء كورونا كجائحة عالمية طيب بقاش موجود لا بقى موجود لكنه انضمة إلى جملة الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي فالنهاردة إحنا ما عدناش بنخلق مصار اسمه مصار كورونا إحنا عندنا مصار اسمه مصار الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي اللي منها الإنفلوانزا اللي منها الإبشتاين بايفا فيروس اللي منها الأدينوفايروس اللي منها البراء إنفلوانزا اللي منها الكورونا اللي منها الفيروس المخلاوي بقدم دلش مصار لوحده يعني وبالتالي محاولة بقى إعادة إحياء تصليت الضوء تاني أصل فيه متحور الفينوانزا بيحصل لها متحورات كل سنة وكل شهر وكل يوم وعشان كده بنغير التطعيمات كل سنة لكن ما بيجيش التسليط الضوء على أدنهار ده فيه متحور الفينوانزا ما حصلش المفروض أنه الفكرة دي من 25-23 تنتهي وتصبح الكوفيد زي ما قالت منظمة الصحة العالمية أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي زيها زي بقية الفيروسات وهتتم التعامل معها لأساس هل ده معناه أن احنا بنقلل من أهمية الفيروسات دي؟ لا هي أي فيروسات تصيب الإنسان ينبغي أن يتم الاهتمام بها وبعثها ومتبعتها عشان ما يحصل لها تحورات لكن محاولة دائماً أطل كورونا فيها كذا كورونا كلا كورونا بقت مجموعة من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي طيب ده يعني خبر كويس جدا لأنه برضو بتتناقل الأخبار ما بين أن هل يا ترى هيكون في متحور جديد هل نرجع مرة تانية نقعد في البيوت ناس كتير عندها تخوفات الفترة دي خصوياً فتت الشتة دايماً بتبدأ الأحاديث على السوشيال ميديا على أن المتحور الجديد لكورونا وغيره أنا بشكر حضيك شكراً جزيلاً نورتنا على وجودك معاين النهاردة دكتور حسام عبدالغفار المتحدة الرسمي باسم وزارة الصحة شكراً على وجودك معاين نورتنا وشرفتنا دكتور حسام كالعادة دايما